بعد تعرضها للإطلاف دعوات للحكومة للتدخل العجل لقصد حماية المنتوجات المغربية الموجهة للخارج وفي التفاصيل وجه فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً لوزير الصناعة والتجارة حول ما تتعرض له بعض السلع والمنتجات المغربية الموجهة إلى الخارج من إطلاف أشار الفريق في ذات السؤال إلى أن الرأي العام الوطني يتابع باهتمام ما تتعرض له بعض السلع والمنتجات المغربية من خضر وفواكه من تخريب وإطلاف من قبل فلاحين ومزارعين في بعض الدول الأوروبية من خلال اعتراض شاحنات محملة بهذه السلع والمنتجات الفلاحية ولفت إلى أن هذه المنتوجات تتعرض للمنع سواء من الدخول عبر المعابر الحدودية أو عرقلتها على مستوى الطرق السيارة وتعريض سائق هذه الشاحنات إلى التهديدات والاستفزازات من طرف الفلاحين والمنتجين دون توفير ما يلزم لهم من الحماية من الجهات المختصة في بلد الاستقبال أساءل الحزب الحكومة عن الإجراءات التي سيتخذها من أجل حماية هذه السلع والمنتجات الفلاحية المغربية وعن تدابير حماية سائق الشاحنات المعنية ويواصل الفلاحون الأوروبيون الإسبان والفرنسيون على الخصوص احتجاجاتهم ضد الصادرات المغربية حيث اعترضوا سبيل العديد من الشاحنات المحملة بالخضر والفواكه المغربية وعرضوها للإتلاف بسبب ما يعتبرونه منافسة غير متكافئة مع منتجاتهم مما كبدهم الكثير من الخسائر